اهلا 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 وسهلا بحضرتكو عاملين ايه كله تمام تعارفين في مركز مهم جدا 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 للكنة في المنصور المركز ده طبعا بعد ربان سبحانه وتعالى لو لا كان بقى عندنا مشكلة كبيرة في بر مصر كده على رأيه الاستاذ يوسف القعيد بر مصر كان يبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر مشكلة متعلقة باهلينا اللي بيعانوا من امراض مختلفة متعلقة بالكلة مركز اسسوا الدكتور محمد غنيم يا رب رباني يديله الصحة وكانت فكرة بتدور في ذهن الدكتور محمد غنيم ان لازم يتعامل مركز مهم وبهذا الحجم وسعى سعيا حفيثا علشان يتعامل المركز ده وبالفعل المركز ده الحقيقة تقدر كده تشوفه بمواصفات عالمية الحقيقة بمواصفات عالمية ده بجد انا مش هقولك روح المركز وانت مريض لكن انا ادعوك لزيارة المركز ده ان استطعت وانت في تمام الصحة والعافية علشان تشوف صرح طبي مهم جدا موجود في بلدنا بدون اي مبالغة زي وزي ادخل صرح طبي موجود في امريكا او الولايات المتحدة الامريكية طيب احد مديرين هذا المركز هو الدكتور حسن ابو العينين واحد ايضا من اهم القامات العلمية والطبية الموجودة في مصر ودكتور حسن ابو العينين الحقيقة يعني قدر اقولك اد حياته كلها لهذا العلم ولهذا المركز جزء من تقدير هذا الانجاز الحقيقة هو فوزه بجيزة النيل واعتقد انه جايزة النيل في العلم الطبية طبعا اعتقد انه فوز الدكتور حسن بهذه الجائزة هو تقدير حقيقي من مصر تقدير حقيقي من بلدنا بهذا الانجاز وبهذا المشوار الطب مهنة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب فخل الأطباء دول سبب يدلنا الحياة او يخلي حياتنا تكمل سبب سبب يخفف من معاناة الناس يخفف من ألمهم سبب بيد ربنا سبحانه وتعالى اولا ان الناس دي تشفى خليني الاول اخد معانا على التليفون دكتور حسن ابو العينين الاستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة والمدير الأسبق لمركز أمراض الكلة بالجامعة والحاصل على جائزة النيل في العلوم الطبية اهلا 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 دكتور ومبروك وكل سنة وحضرتك طيب الله يبرك فيك يا سيد يوسف ومبروك لنا كلنا ومبروك لمركز الكلة بالمنصورة ومبروك لمصر على هذه الكوكبة وكل ما انفهز بجوائل الدولة في هذا الموسم كنت يا دكتور تتوقع انه هتفوز بهذه الجائزة الرفيعة عن انجازك الطبي وعن مشوارك والله توقع الحصول على الجوائز بيبقى نوعه مقهيس لكن احنا علينا ان نعمل وعلى الله التكلان كل اللي احنا عملناه ان احنا اشتغلنا وصبرنا وازالنا مجهود وتميزنا في بعض المجالات وهذا التراكم العلمي والبحثي والانتاج المختلف على مدار السنين بنجمعه وبنتقدم بين الجوائز وتقريبا تقدمنا قبل كده الجوائز اخرى كثيرة ودي اخر جائزة يعني اعطاكم من هي الا اكبر جائزة في هذا المجال تمنح من اكاديمية البحث تستحقها طبعا دكتور وتستحق ما هو اكبر واقوى واعلى كمان يعني ما نقدرش ننكر لكن خليني هنا هسأل دكتور حسن ابو العنين على من وجهة نظرك يا دكتور من وجهة نظر الدكتور حسن نفسه وبشكل شخصي اكتر شيء في مشوار نراه جميعا عظيم واكتر شيء في انجازات نراها جميعا هائلة اكثر ما يعتز بيه ويفتخر بيه الدكتور حسن ايه هو والله اكتر حاجة بنعتز بيها في هذا السياق هو العلم العلم من فهمه العلم العلم له لن نحترم العلم لن نحترم لنا قائمة على الاطلاق وكما سبق وكلنا كل المؤسسات الجامعية يجب ان يكون فيها مجال بحسي ومجال تعليمي ومجال علاجي على اساس المنظمات الصحية هذه هي الاهداف الثلاثة التي من اجلها تدوني مركز الكلف المنصورة وعلى شاكلته مراكز اخرى في تخصصات مختلفة فهذا السبق لاستاذنا الدكتور محمد غنيم الله دير الصحة حمين يا رب كان النبراث جيد لان يتبعه الكثيرون وكان نموذج جيد على ارض مصر كأنه مؤسسة جامعية مجانية قطاع عالم يحكمها القانون الطبيعي ولكن قدرت بشكل فعال وجانا هذا هو النكات صح طب هل يا دكتور نحتاج لمركز اخر بنفس هذا الحجم وبهذه الكفاءة اللي لم يكن اكبر يعني في منطقة او في اقليم الصعيد احنا نحتاج مثل هذه النماذج في كل مكان في مصر اهم حاجة المشد والتواجد المكان ولا بناء الجدران اهم حاجة تعليم الانسان طبعا ووضع مناهج ادارية وتوفر الاخلاص والدينومة في الموضوع يعني اتمنى ان دا يجرى الى اي مدى دكتور هذا المركز كان علامة فارقة في صحة المصريين وتحديدا في مسألة امراض الكلا لا هو هذا المركز كان نقطة انطلاق لانه ما قبل بناء المركز وما قبل المنهجية العلاجية والبحثية والتعليمية التي انتهجها المركز يختلف تماما عما بعده تم ارساء قواعد فارمة وكنا دايما كما دكتور غناني قولنا احنا نبص البرة ونبص لقدام ما نبصش تحت إلينا على اساس انه العلم والتقدم والمثابرة والالتزام بالقواعد الثارمة هو دا كان مقوم بالنجاح صح مية في المية مية في المية انا بشكورك جدا يا دكتور حسن والف مبروك مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد علينا وعلى حضرتك وعلى كل أسرتك الكريمة الدكتور حسن أبو العنين الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة مدير الأسبق لمركز أمراض الكلة بجامعة المنصورة وحاصلا على جائزة النيل في العلوم الطبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر